عندي ممكن نحزة هون نحن نوصل لهذا وصلنا لهذا الجزء اليوم راح نكمل إن شاء الله هو فيروس طبعا المرة الماضية اللي هو مبارح يعني آخر إشي حكنا عنه بس عشان التذكير بهذا الموضوع ذكرنا إنه في عنا البيوسينتسيز لل 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 للرن اي فيروس اللي عادتنا بتستخدم دي اي اي فذكرنا في إنه في عنا مجموع من ضمنها ريترو فيريدي وهدو الريترو فيريدي كان في تحتهم الانتوفيروس والانكوفيروس الانتوفيروس ناقشناهم لما حكنا عندهم إكزامبل هو في عنا الـ HIV هلأ بالنسبة للانكوفيروس كانوا في عنا مجموعات من الفيروس اللي فعليا يتعمل عنا أو بتسبب يعني cancer cells فبالنسبة لهذا الموضوع راح نحك إنه في عنا several types of cancer are caused by viruses may develop long after a viral infection cancers caused by viruses are not contagious هلأ أهم شي بدنا نعرف إنه فيه إن أنواع من الفيروس هي فعليا مرتبطة بإنها تعمل يعني تسبب cancer وهذا الـ cancer لو ما بيكون سببه فيروس بهذا الحالة هو ما بيكون معدي يعني ما بيكون contagious لأنه إحنا يعني الـ infection بيصير مثلا بالفيروس ولكن الـ cancer بسببه الفيروس هو فعليا ما رح يكون معدي يعني هو مش منتقل من حدا لحدا بالنسبة للـ transformation كمان of normal cells into tumor cells بس أعطوني ثواني وهلأ نرجع نكمل لتسجيل دقيقة تحملوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والمصطلح الثاني اللي بدنا نعرفه هو هلأ انكوجينز لنبشر فينا التحول في الخليه العادية لخليه سرطانية فإزا انكوجينيك فيروس هذول طبعا نربطوا ديان ايه تبعهم مع ديان ايه تبع الهوستل وبالتالي بيعملوا اندكشن لهذا الخليه نصير فيها تتحول من نورمل سيل لكانسور السيل هلأ في عنا انواع من هذول الانكوجينيك فيروس مثل ايبشتين بارفيروس او نلفظه ابستين بارفيروس يومن بابللوما فيروس هبوتايتس بي فيروس وفي عنا الريترو فيريدي نحكي عنده ايبشتين بارفيروس ابشتين بارفيروس هذا موجود عنا بالصلايفا او بنتقل من خلال الصلايفا فبيعمل عنا ديزيز الكمون نيم له معروف باسم كسينج ديزيز كسينج ديزيز ينتقل مبانا تين ايجرز اللي زي ما حكيانه مرة يمكن يعني بيمارسوا بعض السكشوال هابتس بدون ما يكونوا عارفين انه فيه مخاطر من هاد الممارسات الجنسية اللي هي مثلا منها اللي هو سرو كسينج هلا هذا الكسينج انه ممكن يكون سبب بنأقل هذا الفيروس من الانفكت الانديبيجيول للبارتنر لانه هو اصلا موجود بالصلايفا فهلا هذا الفيروس معروف انه بالبداية بيعمل اعراض مشابهة لاعراض اللي هو الانفلونزا ومنحكي عنها بيكون في عندهم اعراض معينة تشبه الانفلونزا طبعا اللي هاد الان بتصير في عندهم اعراض تانية ومن الاشياء اللي ممكن يسببها هذا الفيروس اللي هو بركتس لمفوما اللي هو نوع من انواع الكانسر المطبطة بالابشتاين بارفيروس بالنسبة للهيومن بافللومافيروس كمان نفس الشي هلا هيومن بافللومافيروس هذا اللي هو بيعمل عندنا تعرفوا الورتس او التواليل اللي هي بتكون زي زيادات بالجلد موجودة على مناطق معينة هاي التواليل على الجلد بتكون مثلا ممكن على اصابع الايد على راحة الايد للقدم ممكن تكون مثلا في منطقة النك بيكون في عندنا كمان في منطقة نسميها الانوجينتال اللي هو مثلا ممكن تكون على الانس أو الاراوند انس وبتكون كمان على الجينتال هلأ هدول البافللومافيروس او الهيومن بافللومافيروس في منهم سترينز معينة هذي السترينز بتعمل بتعمل يعني في منها انواع بتسبب انه مثلا حدوث السيرفيكال كانسر فبتعمل مثلا عنا اللي هو سرطان بعنق الرحم فهاكي ماندلالة لأن فيهنا بعض انواع من الفيروس فعليا ممكن تعمل الاندوكشن للسلز انه سيكون فيها تتحول لكانسور السلز بالنسبة للليتنت فيرال انفكشنز هلأ رح ناخد او نفهم شو معنى لليتنسي في الفيروس وايش هو هذا البرزيسنت فيرال انفكشنز بداية بالنسبة للليتنت فيرس الانفكشن لانفكشن في ارداء اشياء في المنزل لأنه يمكن تعمل في اجزامبلز عليهم في عنا الكلد سورز وفي عنا الشينجلز هلأ هاي التنتان اللي هي احنا نحن كإجزامبلز عليهم في عنا انواع من الفيروس اللي مثلا بتصيبنا العادة بالحياة مرة واحدة هلأ بعد ما نطيبنا مرة واحدة هي ما بيصير عنا يعني بنطيب من الأعراض ما بتختفع الكامل من جسمنا بتظلها موجودة في سلز معينة في جسمنا فهذا ندخلوا في مرحلة بنسميها مرحلة اللي تنسي لمرحلة اللي تنسي الفيروس إذا هذه بتكون inactive or inert ما بتعمل ما بتتكاثر وكمان ما تظهر علينا أي أعراض هلأ مثال عليه هالهو مثلا اللي هو الكولد سورس هلأ الكولد سورس اللي هو بسبب عنا فيروس اللي هو نوع من أنواع الهيربس هو نسمي هيربس بايروس سيمبليكس تايب 1 هيربس بايروس سيمبليكس تايب 1 بيعمل عنا كولد سورس تقرحات هذة تقرحات بتكون يعني عادةً بيعنا عندي الليبس بالlower لب بالمنطقة بتشفى صفلية فبيصير يحكي أنه هذا عنده هيربس أو مهربس هو هذا الهيربس هو فعلية بهذا الهيربس سيمبليكس تايب 1 فيروس فبيعمل عندهم هذة تقرحات اللي بتكون عنده التوم هلأ هذا الشخص لما بيضم معي بيطيب الفيروس ما بيطلع خارج رسمه على الكامل وبيروح على نيرف سلز معينة وبيضلوا في داخل هذه النايرف سلز هلأ رح يضلوا في هذه النايرف سلز لفترة زمنية ممكن ضلها مثلاً فورفر وما يرجع لسيله ري اكتيفاشن وممكن طبعاً عوامل معينة مثل مثلاً او مثلاً ممكن انه فرضاً كيميكال معينة واحد يبيأخذ عنده مثلاً كيموثيرابي فتعمل ري اكتيفاشن لهذا الفيروس لما بيصير له ري اكتيفاشن برجع مرة تانية بيعمل عند الأشخاص كمان مرة أعراض الهيرفس هذا او الكولد سورس طبعاً او البلسترز كمان بسموهم تقررحات هلأ بالعادة حدة هاي تقررحات في المرة التانية بتكون أقل من المرة الأولى في المرة التالية بتكون أقل من المرة التانية لكن يعني هي الفكرة فيها انها بتصير كل فترة وفترة لما بيصير فيها ري اكتيفاشن لهذا الفيروس أحياناً بيكون مرتبط الموضوع مثلاً بوجود مثلاً زي المنستر والساكل بتكون برضو واحدة من الأسباب اللي بتخلي هذا الشخص أنه مثلاً أو فيه مال أنه مثلاً كل فرضاً يعني وقت منستر والساكل أنه يصير في عندهم مثلاً ظهور لهذه الـ أو مثلاً وقت الاسترسيزي وقت الانشيحانات كمان بتكون مرتبطة بأنه يصير في عندهم مثلاً ظهور لهذه الفيروسز ترجمة نانسي قنقر كمان في عنا إجزامبل تاني عليها وهو الشنجلز الآن بالنسبة للشنجلز وهو يعني بالعربي معروف باسم الحذام الناري الآن التوزت بأيجنت لهذا الفيروس هو فيارسال لزوص الفيروس هذا الفيروس بيعمل مرض اللي هو الجدري جدري الماء طبعاً هذا الجدري أو الجدري بعد برضو ما يصير عند الشخص معروف أنه بزن صاحب فيه بس مرة واحدة برضو بيه حياته بتظلها هذول الفيروسز برضو موجودة في نارسلز معينة لفترة زمنية ممكن ما يصيرها ري اكتيفاشن وممكن برضو الأسباب مرضو معينة أنه يصير ري اكتيفاشن لهذول الفيروسز لم يصيرهم ري اكتيفاشن ما بيعملوا عندنا مرة تانية تشيكن بوكس لهم هذول الزوص الفيروسز وإنما بيعملوا عندنا شنجلز وهو الحذام الناري حذام الناري بيكون في عنا هاي البثور أو الطفح الجلدي بيكون بأماكن بمكان معين هذا المكان المعين هو المكان اللي الفيروس بيكون متخبي بالنيرف سيلز فيه فبتظهر بمنطقة حوالي العين على الظهر منطقة الخصر منطقة البريست على النك فبيكون إذن بليميتد آريا وبيكون طبعا زي ما اتفقنا بالنسبة للفيروسز هلا هذولي occurs gradually over a long period and is generally fatal في عنا إجزامبل عليهم اللي منسميه صباكوتو سكليروزينج فننسيفاليتس هلا الصباكوتو سكليروزينج فننسيفاليتس طبعا caused by measles virus فهذا الفيروس طبعا الحسبة بيعمل نوع من أنواع الانسيفاليتس هذا من أنواع الانسيفاليتس بيعمل هذا الرير فورم of انسيفاليتس اللي منسميه صباكوتو سكليروزينج فننسيفاليتس طبعا هذا موضوعه مختلف تماما عن موضوع latent viral infection ليه؟ لأنه هذول persistent viral infections فعليا إحنا بيصير في عنا detection للفيروس هاد gradually فهو يعني إنه نحكي عنه gradually is built up over a long period فبياخد فترة زمنية طويلة لهيك هم عاتن caused by conventional viruses لكن هذول الفيروسز accumulate over a long period فهذا هو بيصير في عندهم gradual build up لم يصير لهم accumulation long period of time بتبين عنا أو بيصير في عندنا هذه الحالة بينما لما منيجي منحكي عن latent viruses لا latent viruses هذول بيصير لهم they appear يعني suddenly بتكون موجود خلال نيرفس زي ما حكنا فجأة لما بيصير لهم يعني reactivation مباشرة بيصير في عند releasing لهذول الفيروسز بيبلش عملية replication وظهور الأعراض على المتربطة فيها على الinfected individuals هذا الفيجر بفرجينا انه which types of infections and their effects on the host cell الفيروس لما بدخل على الخلية بيصير لطبعه شي absorption to the host cell بعدما بدخلها داخل الخلية هلأ لاح يكون في عندنا أكتر من فيتلائلها هلأ ممكن هذا الفيروس انه بمثال سيلو rapid multiplication بالتالي يؤدي لل cell death and virus release وهذا عبارة عن acute infection اللي هو لما بتكاثر الفيروس بداخل الخلية وبعدها بعد ما يتكاثر بدو يطلع منها الخلية فبسيبلي lysis of مثلا host cell هذا بسببلي إذن acute infection هلأ في بعض الأحيان ممكن هدول الفيروس present but doesn't harm host لأنها تكون داخلة في مرحلة latency لما بتكون في مرحلة latency هي موجودة في الجسم لكن ما في أعراض ما عم تتكاثر فهي مش مرتبطة بأي أعراض وموجودة زي متفقنا بخلالة معينة فبهذه الحالة إذن ما رح يكون في لها أي harmful effect على host لبعض الأحيان ممكن يكون في عنا slow release للفيروس without cell death واللي هي رح تعطينا بهذا الحالة chronic infection وهدول التنان هما زي يعني وضعية persistent infection وممكن في بعض الأحيان أنه يصير في عنا activation of host proto-oncogene or insertion of oncogene وبالتالي يصير في عنا transformation لnormal cell هذا أنتم malignant cell فإنما يصير في عنا proto-oncogene وهي زي بالهيومن أو insertion oncogene زي مثلا يصير عنا في other types of animals بالنسبة لplant viruses and pyroids هلا plant viruses must enter plant host through wounds or with the invasive parasites such as insects some plant viruses also multiply in insect cells واللي بهذا الحال نحن نعتبر الانسكت as vectors هلا الplant viruses عاقا يعني they have to gain access to inside the plant cells فبالحالة بدخلوا من خلال wants موجودة عندنا بالبلانت لحتى تقدر أنها تدخل لداخل البلانت في بعض الأحيان ممكن تنتقل عن طريق invasive parasites مثل الانسكت وإذا كانت هذه البلانت viruses have the ability to reproduce في داخل في داخل الانسكت كونه هي ضي ما اتفقنا أنه ممكن البيروس استعمل infection لأي نوع من أنواع يعني لها different host cells من ضمن ها كمان الانسكت فبهذا الحال الانسكت تعتبر فيكتور بتكون ناقل حيوي لأنه هي نقلتها وبنفس الوقت صار replication للفيروس في داخلها فيعنا مصلح البيرويد البيرويد هدول infectious pieces of DNA of RNA sorry that cause some plant diseases such as potato spindle tuber disease إذن هدول البيرويد هم يعني زي ما حكينا احنا اشبه للفيروس عادة نحجمها اضغر من الفيروس هي بارها بس عن infectious pieces من الRNA موليكيو يعني مكون من نيوكليك أسد الRNA تقريبا يعني تكون من 300 ل400 نوكليوتايد بيعمل عنا او هو مرتبط في بعض الplant diseases او الviral plant diseases اللي هو زي potato spindle tuber disease كمان في عنا نوع منسمي البيروس هدول البيروس هم بيتبروهم some types of viroids هدول البيروس ما بيقدر يعملوا infection without helping of another types of viruses فبالتالي البيروس يعني انه بيكون بدهم helper virus يساعدهم طبعا to penetrate cells example على البيروس رح ناخده لما يعني نحكي عن موضوع الhypataitis D virus الhypataitis D virus او هذا delta virus طبعا هو virus واللي هو هذا منسمي البيروس فيه عنده RNA molecule هذا RNA molecule هو circular RNA molecule بيكون super coiled وبيكون فيه طبعا ان delta antigens هذول delta antigens mediate the super coiling of the circular single stranded RNA genome of hepatitis D virus فإذا احنا فيه ان هذا هو RNA اللي بيصير له super coiling واللي بيكون طبعا بيساعدهم على هذا super coiling وجود delta antigens تبع هذا هذا البيروس هذا البيروس محاط ب envelope هذا envelope ما that has no envelope proteins فبالتالي نقول لي انه هذا delta virus is not able by itself to infect liver cells because its envelope has no envelope proteins to bind to a receptor expressed on the surface of the liver cells إذن بهذه الحالة هذا delta virus ما بيقدر انه يدخل لداخل liver cell لأنه ما في على ال envelope طبعه هي viral proteins هذي بهذا الحال يش رح يعمل نحن نحك عن الهيبوتايتس B virus الهيبوتايتس B virus هو في لإله طبعا surface antigens من سميها hepatitis B antigens يعني بس هذا هذا الفيروس اللي هو الهيبوتايتس B virus إذن في له envelope هذا envelope فيه على surface antigens بنسميهم hepatitis B surface antigens بيحتوي كمان على جينوم هذا الجينوم يكون surrounded by capsid إذن مميز في hepatitis B virus أن envelope تبع فيه على surface antigens هدول surface antigens بيفيدوا الهيبوتايتس B virus بأنهم بساعدوا على binding with its receptors الموجودة على liver cell وبالتالي بساعد هذا الهيبوتايتس بيروس 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 الهيبوتايتس إلى الهيبوتايتس الهيبوتايتس بيروس هلأ بيستخدم الهيبوتايتس بي antigens طبعا to be able to attach to the same receptor used by hepatitis B sorry hepatitis D اللي هو delta virus delta virus عشان يقدر يدخل لداخل ال liver cell لحي يستخدم اللي هم surface antigens تبعون ال virus type B هم منه بيستخدم الantigens تبعته تؤتتش مع نفس الريسبتور لأن الريسبتور هذا أصلا هو فعليا للviral proteins الموجودة على الهيبوتايتس بي هلا هيبوتايتس D ما في على انه تبعه proteins ما عليه antigens فبالتالي لما بيستخدم الantigens تبعت الهيبوتايتس بي فهي فعليا لها هذا الريسبتور على ال liver cell رح ترتبط بهذه الريسبتور على ال liver cell وبالتالي إذن بهذه الحالة هيبوتايتس بي يعتبر as هيلبر فيروس للهيبوتايتس D هيلبر فيروس ما رح يدخل الهيلبر الهيبوتايتس دلتا فيروس إلا بمساعدة هذا الهيلبر فيروس اللي هو عبر عن هيبوتايتس بي هلا هذا الانفكشن with هيلبر فيروس بي ايذر occurs together with هيلبر فيروس بي او بنسميه superinfection ايش الفرق ما بين co-infection والsuperinfection بالco-infection انه هذا الشخص بينصاب بهذول التو فيروس مع بعضهم بنفس الوقت يعني انه بصير في عنده انفكشن في هيلبوتايتس يعني D مع هيلبوتايتس بي فهذا اسمه co-infection الحالة الثانية انه البيشن يكون اصلا انفكتد في هيلبوتايتس بي and then get infected with هيلبوتايتس D فاصلا بينصاب في بي وبعد بيبصير له انفكشن بهبوتايتس D وهذا الحالة بنسميها superinfection هلأ the vaccine that protects from hepatitis B virus infection will also protect the vaccinated person from getting infected with hepatitis D فإذا هو الحالة انه لما الواحد بياخد باكسين لهيبوتايتس B هو already زي كأنه كمان اخذ الباكسين او بيكون هو already is vaccinated also to hepatitis D virus فبصير في عنده مناعة لابتنان مع بعض من البعض بالنسبة لموضوع الbrion هلأ موضوع الbrion هلأ الbrion هذال بنسميهم proteinaceous infectious particles proteinaceous infectious particles فمن proteinaceous pro ومن infectious هذال الان فصار اسمهم او سموهم باسم الbrion هذال عبارة عن proteinaceous infectious particles يعني هن are made of proteins لهيك يمكن بالرadiation ما يأثر فيهم لكن ميلاقي في الbroteas they are affected لأنهم فعليا دلالة على انهم are made of proteins فهذا هما التركيب تبعهم is much simpler than virus الbrion هن are nucleic assets الbrion كمان nucleic assets بينما لما باجي بحكي عن الbrion nucleic assets مع protein بينما الbrion هن بس يعني infectious proteins هذول الbrion are inherited and transmissible by ingestion transplant and surgical instruments لما يحكي الbrion يعني إذن هي ممكن تكون في families معينة لأوها واضح أنه عندهم genetic inheritance لأنها ممكن تكون مثلا يعني موجودة بين أفراد عائلة معينة دلالة على أنه النوم مصلا inherited لبعض الأحيان كمان بيكون transmissible بنتقل هلأ ممكن انتقل من خلال ingestion أو من خلال transplantation or من خلال surgical instruments هلأ دلالة على أنه transmissible لما كان في عندنا أطلا يعني هو الbrion تعمل عندنا مرض عند الشيب اللي هو منسمي scrappy بهذا scrappy بتكون الأغنام ما عندها توازن ما عندها تيذان ما بتعرف يعني يعني حركتها عشوائية ما عندها orientation واضح دلالة على أنه في عندها فعليا يعني ممكن نسمي نحنا nervous بس disorder فيندها خلال عصبي معين فبالثمانينات لما خلطوا يعني اللحمة لحوم من هذي الأغنام مع أكل الأبقار اللي تعموا فيه الأبقار فهذور الكاتل أو البوفاين صار في عندهم ماد كاو ديزيز هذا ماد كاو ديزيز كان سببه أنه خلطوا الأكل سببهم بلحوم من شيب هذا لعلق لأنه كمان إذن ماد كاو هلا هذا هو فعليا واضح أنه موجود في بعض الأحيان بفاميليز معينة هلا كمان هذا بيسبب عنا طبعا ما يسمى في وليحنا في نمكين منهم هو بيعمل عنا مشاكل بالبراين هلا بيصير في عنا فورميشن لفاكيول هلا هذا يعني بالبراين أو بيصير في عنا بيصير فيها بيصير زي المثقبة أو زي المخزقة فبيصير عنا إذن فعليا هشة جدا عشناك بيسموها 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 مثل الإسفنج بالضبط من أنواع حدو الاسفنج في عنا الماد كاو ديزيز اللي هو مرض جنون البقر وفي عنا كروتزفيل جاكوب ديزيز اللي هو فعليا برجع لفاريانت منهم طبعا اللي اكتشفوا ويعرفوا هو كروتزفيل وجاكوب فسموهم بيسموها لتو سينتس لهذا الفاريانت سمو كروتزفيل جاكوب ديزيز طبعا قصيب الإنسان هذا عبارة عن سبوردك ديزيز سبوردك يعني نادر الحدوث يعني بمعنى تاني أنه كل الأوكيرانت الفريكنسي تبعه أو الأوكيرانت تبعه يكون يعني جدا جدا نادر قليل مو زي الاندميك أو الإبيداميك أو الباندميك نعرف احنا مثلا الباندميك هذا الوالد وايد بينما لما بيجي بحكي أنا عن سبوردك بيكون يعني من كل 500 ألف حالة لما نلاقي مثلا 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 هلأ هذين بدينا نعرف أنه في عندي نورمال سيليل بريوني بروتيينز وهدو النورمال سيليل بريوني بروتيينز بنرمزلهم بهذا الرمز سي هلأ بريوني بروتيين وهذا سي من نوع من سيليل يعني هذول النورمال سيليل بريوني بروتيينز under cell surface هلأ هاي السي اللي هو اللي هو اللي هو لما بيصير هذا أو بيصير عندي أبنورمال بتحول من هذا الشكل النورمال لهذا الشكل الأبنورمال اللي هو السي أو اللي يسمي سكرابي بروتيين حقوة الل ديو cuántروج wisن explanations ديو jov ديو مو� أوو اللون protein to an infectious form called scrappy protein. فهذا هو فعلي نحسر في أن نتغير معين. هذا الconvergence بيصير في النورمال protein لا أبنورمال ون اللي هو من سميه scrappy protein. الآن دي جين فور اللي هو السليلر protein is located on chromosome 20 in humans. Recent evidence suggests that a cellular protein is involved in preventing cell death. إذن عند الإنسان نحن في عندنا جين موجود على chromosome 20. هذا الجين هو فعليا encoding for the cellular prion protein. ويوجدوا حديثاً أنه فئله هو فعليا علاقة بأنه بيمنع السل death. The actual cause of cell damage is not yet known. Fragments of the scrappy prion protein molecules accumulate in the brain forming plaques. إذن اللي بيصير فيه عندنا إنه هو فعلياً هذا النورمال ون لما يعني بيصير بيصير الارتباط بال أو الأب نورمال ون لو بيصير فيه مصفولدنج. هذا المصفولدنج يبيني بروتيين لما بيجي بيرطبط في ال اللي هو السليولر ون برضو بيحاولوا بيعمل فيه convergent فبيحاولوا من اللي مصفولدد للمصفولدد ون فبالتالي بيصير كمان scrappy protein scrappy protein رقم 2 رح يرتبط بالسليولر بريوني بروتيين اللي هو النورمال ون رقم 3 وبالتالي بيعمل فيه convergent برضو من السليولر بريوني بروتيين ل and so on فبالآخر رح سير فيه لنا chain like زي سلسلة من هالدول laccumulated scrappy protein زي بيصيرهم accumulation in the brain فبيعملوا عندنا plaques وهذه اللي بتصير في البرين هي فعليا سبب الأعراض اللي بتظهر على هذول الانفكتب individuals هذا الفيجر بيفرجيني انه how a prion can be infectious طبعا نطلع على رقم 1 رقم 1 بيفرجيني السليلر البروتين اللي هو produced by cells secreted to the surface احنا حكينا انه هو فعليا موجود على هذا الجين اكروماسون رقم 20 فهذا الجين بيعمل encoding البروتين تبعه اللي هون بدي تعدلوا لي ما ننسى انه هون الموجود خطأ على هذا الفيجر هو مش السكرابي هو السليولر فهي دكتور معتص محطلكم عليها سهم من عنده انه هذا هو السليولر 1 مش السكرابي غلط هذا مش السكرابي هذا السليولر 1 الطبيعي اللي بيصير له encoding من الجين الموجود على كروموسوم على سبيل مثال 20 او بكروموسوم 20 نحكي عن الهيومان هلأ هذا السليولر 1 بيصير له production بنتج وداخل خلية بعدين بيصير لو سيكريشن ل من الخارج نعم يا ودي دكتور رحض بالسلايدات الجديدة موجودة التعديل انا عم بشرح بالسلايد الجديد اللي هو حططي لكم يا اظن يا حلم لل13 ولا لا مش عارفة اليوم بحطي لكم 13 اذا مش موجود اظن بلا موجود التعديل هو هاد بس اللي هي فكرة السهم انه تنتبه للسهم هاد انه هاد هو السليولر 1 اللي هو مكان سكرابي يعني هاده خطأ مش السي هاده مفروض يكون سي اوكي تمام يعطيك العافية الله يعافيك هو هاده انا اللي عملتين هم ابلودين اصلا على الموديل طيب هاده الاسي اللي هو فيه المشكلة او اللي هو صار اسمه سكرابي بروتين ما بي اكويلرد او بروديوس باي ان الترد اه ام اللي هو هاده اللي بيعطيني البريون او سليولر بريون بروتين جين يا بيصير الالترشن بهذا الجين او انه اكويلرد يعني من الخارج كل الاحوال هاده السكرابي بي اكت وذي سليولر بريون بروتين ون ذي سيل سيرفس هاده الرياكشن هو عبارة عن مين طبعا هدول السليولر 1 طبيعيات هلا دول الطبيعيات رح يجي عنا اللي صار فيه مشكلة اللي صار عندنا السكرابي اللي هو بهذا الشكل هايو هذا السكرابي which is acquired or altered مثل ما حكانا او ما الترشن في الجين فبيعطيني السكرابي او انه بسيله يعني اكوير زي ما قلنا ممكن هو بتاعلي ناخده يعني من عن طريق الانجسشن هلا هذا السكرابي رح يرتبط بالسليولر 1 react with the سليولر 1 طبيعي سليولر on the cell surface هذا الارتباط رح ينتج عنه انه انه الاسي converts the سليولر 1 to السي فلما ارتبط فيه اذا بدل ما كان سليولر برياني 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 صار عنا سكرابي برياني هلا بعد هيك the new سكرابي برياني more سليولر برياني برياني بدل كل واحد بيصير ارتبط في نورمل ويحول لأبنورمل 1 هلا the new is taken in possibly by receptor mediated endocytosis هدول الاسي accumulates in the endosome some may be transferred back to the cell surface وعمكن نضلو في داخل الendosome أو انه نطلع على cell surface وبالآخر طبعا continues to accumulate as the endosome contents are returned to the cell surface or are transferred to lysosomes the result في نهاية هو is cilder بالنسبة لموضوع the human virus most of the human virus consists of bacteriophage that infects members of the microbiome they can infect and kill potential bacterial pathogens and protect the normal microbiome by killing competing bacteria so human virus we have viruses in the human these viruses we have to speak about bacteria phages these bacteria phages are to infection to bacteria members that have to have to bacteria viruses they can infect and kill potential bacteria pathogens and protect the normal microbiome by killing competing bacteria ثواني صلاق هلا هذا البكتيريوفage اللي بيعمل infection لل microbiota اللي عنا بيعملها infection they kill potential bacterial pathogens which are killed by هذا البكتيريوفage وبالتالي بيحمل normal microbiota اللي موجود عنا برضو by killing competing bacteria بنفس البكتيريوفage and horizontal gene transfer البكتيريوفage in one type of specialized transduction they phage coats for certain toxins produced by their bacterial host such as هذه الانواع احنا حكنا سابقا عن horizontal gene transfer حكنا بصرف انتقل الجين ما بين two bacterial cells هنا already are existed cells لكن تنتقل الجين from one bacteria to another وبتعمل enhancement or improvement بتغير characteristics بتوعية الثانية ثوان طلاب اشترك 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 اشتركوا في القناة 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 وطبعاً بنتنروع من خلال الماشيناري او البروتين الماشيناري تبعة الهوصل اللي هي البكتيريا فالبكتيريا لما يكون عندها هذا البروفيج هي بتقدر تنتج الدفتيريا توكسن اذا ما كانت انفقتت في هذا البروفيج فهي فعلياً ما رح تنتج الدفتيريا توكسن نفس الحال بالنسبة لل إنيثرو جينيك توكسن في سيبتوكوكس فياجينز الإنتروجينيك توكسن في بكتيريا برضو بكتيريا معروف ما بتعمل علينا من أشهر ما بتسببه هي عني التونسيليتز وهو صور الثروت التهاب الحلق طبعاً التهاب الحلق اللي هو ما بصير في حالنا التضخم بالتونسيل يمكن أن تصير في حالنا أوتريتز انفلماشن في المدleen كل هذا بيرجع لسيبتوكوكس فياجينز سيبتوكاكس فيوجينز يمنها كمان سلالات بتكون ليسوجينيز سترين أو في سيبتوكاكس فيوجينز اللي هي بتحمل لنا هذا الإيرثروجينيك توكسن اللي هو برضو إنكود باي يعني باي يعطينا توكسن هذا التوكسن بسبب حالة كمان عند دول الاندفجوالز بنسميها سكارلت فيفر سكارلت فيفر هي الحمى القرمزية الحمى القرمزية بيصير في عندهم ستروبري تونغ يعني اللسان تبعهم اللسان تبعهم بيصير أحمر مثل الستروبري مثل الفراولة وحتى بيكون هيكا مناقق بالضبط زي شكل الفراولة وبيكون يعني لونه كتير أحمر فطبعا هذا مسؤول عنه الإيرثروجينيك توكسن التعليسوجينيز سترين أو في سيبتوكاكس فيجينز بالنسبة لل الشيقة توكسن فور إيكولاي أو 157 H7 كمان هذا الشيقة توكسن هو برضو بيكون إنتردوص لهذا الإيكولاي فبتالي بتصير توكسيجينيك سترين طيب هذا بالنسبة للجزء الأولاني يعني هيك ما يكون أنهينا فيه هذا الشابتر طبعا رح أبلش في اللي بعده واللي بعده إن شاء الله رح أنزلكم ياه هلأ بس نخلص وأنزلكم اللينك تبعه رح أنزلكم الشابتر رقم 14 وكان فيه عنه 15 من دكتور موتوسم فرح أنزلكم ياه متنين هلأ هذا الشابتر من هون تقريبا نحن نحكي من شابتر 14 وطالع رح يكون في عنه اختلاف في التوكس اللي رح نناقشها اللي هي متعلقة في الميكروبيا الديزيزز فور هيومن وقبل ما نبلش في هدولة الديزيزز رح نتكز في شابتر 14 على البرينسيبلز وديزيز وفي شابتر 15 رح نحكي شوية عن الباثوجينيس عشان بعدها ندخل في موضوع الديزيزز فهذا شابتر 14 رح يغطي لنا أهم يعني البيسيكس المتعلقة بموضوع الديزيزز والإبيديميولوجي نيجي نبلش في الباثولوجي إنفكشن أند ديزيز هلأ في عنا مجموعة من يعني تقريبا نحكي مجموعة مصطلحات مثل أول مصطلح إنه باثولوجي هلأ باثولوجي اللي هو علم الأمراض the studying of diseases إتيولوجي اللي هو بدروس لطبعا العوامل المسببة للمرض اللي هو cause of disease في عنا هلأ مثلا pathogenesis pathogenesis اللي هي the development of disease development of disease كيف بتحدث عنا الإمراضية فمن سميها pathogenesis infection اللي هو invasion or colonization of the body by pathogens إنه كيف عنا ممكن بعض الباثوجينز تعمل invasion for our cells أو تعمل colonization للbody cells وبالتالي هي بتبلش عملية العدوى هلأ اللي ممكن إنه مناعتنا تتصدل إلها وبالتالي see recovery ويممكن إنه لا إنه تأدي يعني إنه ما يقدر جاء هذا المناعة على هدول infectious microorganisms وبالتالي تصير في عنا disease اللي بنعرفه as an abnormal state in which the body is not performing normal functions فرح يسرفين إذن افتلالة وتغيرات بوظيفة الجسم نحكي عن المايكرو أو الهيومان مايكروبيوم بالنسبة الهيوم مايكروبيوم في relationships between the normal microbiota and the host بداية بدنا ناخد مجموعة من العلاقات هذه العلاقات هي بتكون عادة ما بين two organisms في حالة اللي رح نناقشهم اليوم هم عبارة عن relationships موجودة ما بين normal microbiota من جهها اللي هي بتعيش في جسمنا وما بين الهوست اللي هو يعتبر الإنسان طبعاً هذه العلاقات هي مختلفة هي ما بين كائنات مختلفة يعني مش مضرورة همس مع يعني بين بكتيريا وبين إنسان لا في عنا علاقات بين مثلاً بكتيريا ونبات في عنا علاقات بين مثلاً two organisms علاقة الـ predation أو الافتراس اللي هي مثلاً النوع كائن يأكل التاني اللي هي علاقة من علاقات الموجودة مثلاً ما بين two organisms لكن إحنا هون رح نحدد العلاقات اللي بنسميها symbiotic ويهدولة يعني بهذه الحالة مثلاً بين نورمال مايكروبيوتا من جهة وما بين الهوست من جهة تانية هاي symbiotic relationships مختلفة واحدة من هدولة symbiotic relationships اللي بنسميها commensalism commensalism يعني إن one organism benefits and the other is unaffected إذن بالcommensalism هي علاقة ما بين طرفين واحد بيستفيد والتانية is unaffected معنى unaffected إنه لا بيستفيد ولا بيضرر إذن بالcommensalism شو معنى واحد بيستفيد واحد ما بيضرر مثلاً مثلاً مثل ما عطينا بهذا الفيجر على symbiotic relationship ما بين إحنا في أن بكتيريا بتهيش بشكل طبيعي على بسميها السافل لكوكس إبادرميد هلا هذا معنى معنى إنه تستفيد منه تعتبر الجسم بالنسبة لها shelter or home تعتبر الجسم بالنسبة لها source ل the nutrients لكن من نفس الوقت إحنا we are unaffected بهذا اللي ستاف إبادرميد إلا إذا كانت في عنا conditions معينة بأدت تتغيرات مثلاً معينة ممكن في الimmune system تعنا فحورت هذه البكتيريا إذا صارت فيها overgrowth أو صارت بأعداد كبيرة ممكن في بعض الأحيان إنها تصبح بلنا مشاكل مثال كمان أوضح من هذا على الكمينة لازم لي مثلاً العلاقة الموجودة ما بين الكاند وما بين الهوست اللي هو الإنسان هلأ هذه الخميرة زي ما حكينا سابقاً إنها بتعيش حتى عندي الفيميل في الباجائنا 10% معين منهم world wide هلأ هي معنى تستفيد مننا نيوتريان تستفيد مننا لإلها لكن طبعاً إحنا ما بنتأثر فيها بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي بس إذا صار فيها أو زيادة بالعدد ورح نحكي لقدام عن الزيادة في العدد اللي بتصير فيها والليمكن واحدة من أسباب اللي هو المسيوز أو لما بناخد الأنتيبيوتكس عادة لفترات كتير طويلة ممكن يصير فيها أوبر بهذه الحالة وعطيها تتحول لممجد بالنسبة للميتشواليزم تبادل منفعة فبتكون برضو بين إذن two organisms where both of them get benefits تنين بيستفيدوا كأجزامبل على العلاقة ما بين وما بين الشيشة كولاين هلأ اللي بتيش لدينا في large intestine هي بتعتبر nutrient source لإلها بتعتبر هوم لإلها وإحنا بنستفيد منها بتعمل أو بتنتج لنا vitamin k بالنسبة لل paracitism أو التطفل when organism benefits at the expense of the other إذن واحد بيستفيد اللي هو paracit at the expense of the other على حساب الطرف الثاني مثلا بهذا example في عن influenza virus on a host cell influenza virus كمان رح يستفيد من جسمنا لكن احنا فعليا يعني رح will get harmed نحن نضرر منه بدن علاقة paracitism أو التطفل واحد بيستفيد لكن الثاني فعليا will get harmed مثال أفسط مثلا من الانفلونزا نحكي عن كمان الانتمية هستولاتيك هذا من أنواع الأميبة اللي هي المرضية اللي بتعمل يعني exclusive للإنفكشن للهيومان وموجود الزمن طابقا باللارج انتستان هذي باراستيك لش باراستيك لأنه هي بتستفيد مننا وبنفس الوقت نتأذى منها ممكن تعمل للإنتستان لسل سبعتنا تعمل عندنا تعمل عندنا ممكن أو تروح للبريم تعمل عندنا مثلا ما يسمى في الأميبك انسيفالايتس مثلا أو أميبك أبسس بالليفر مثلا مثال اللايس القمل القمل كمان هذول باراستيك هم بيستفيدوا مننا طبعا لازم يعيش على النوع اللي بعيش في الشعر اللي هو بالهيد عشان يعني يمتص بلض لأنه بتغذى على بلض يعني ميل وبنفس اللي احنا الوقت بلقيتهم خاصة عند نعرف ان ممكن نعمل عندهم حكة شديدة فما بيكون بيعمل مشاكل مثلا بالنوم هذه الحكة ممكن ننتج عنها تهيجات بفروة الرأس فممكن تؤدي عندهم مثلا فإذن بالتالي في لقيله تبيعات وبالتالي احنا نتأذى منها هلأ شو معنى امتها ذي ما حكنا ثابقا هذا المصدح اللي نحكي لكم عنه كمان شوي ان الابورتشينيس نتبارهم اسكندري باتوجينز لما نحكي امتها انتهازية هلأ هي بصبيعة الحال احنا اللاج انتستان تبعنا فيه انواع 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 هذول انواع من المايكروبيوتا وهنا اصلا نتبارهم انفكشو ما بتعمل لعننا مشكلات لكنهم بلحظة ما بفترة معينة بصير عنا اي خلل في زي ما حكينا خاصة المرتبطة بال هاي الانواع تعتبر من بكتيريا فور انتبايوتاكس فبنلاقي الانواع المور سنستيب بتموت باي 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 بينما الانواع المقاومة بيصير فيهم اوبر جروث لما بيصير فيهم اوبر جروث ما بيضل بليمت نمبر بتقدي طبعا لمشكلات عنا فلهكا بنعتبرها opportunist كبان في عنا هذا الفيجر اللي هو بيحكي لانه هل الهيومن هو مكون يعني او هل السيلت سبعتنا كلها يباري عن 100% هي هاي 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 بيحكي لين الجواب انه 90% من السيلت سبعتنا يعني او تكوين الجسم كلها هي 10% هاي هاي بيقول انه او كاريوتك بكتيريال اعداد اللي هي الهيومن سيلت طبعا باي اباو تين فولد اذا هي بعشر اضعاف عدل الخلايا تبعتنا اكثر المايكروبز عنا في الانتستان وذن عشرة القوة 13 الاربعة عشر سيلت يعني عنا مش بس نوع ونوعين احنا في عنا هندر من هذول المايكروبيال سيلت واللي معروفة باسم غت مايكروبيوتا المنصر بهم غت مايكروبيوتا لأنه اكثر تجمع زي ما اتفقنا من هذول المايكروبيال موجودة او المايكروبيوتا فعليا موجودة في الديجستر سيستم من هذول الريلاتشن بكي انه احنا في عنا ادفانتيجز وفي عنا ادفانتيجز من الادفانتيجز للعلاقات الموجودة ما بيننا وما بين هذول المايكروبيال اولا بيصير اليمين سيستم تبعنا كتير احسن من لما يكون ما في عنا هذول المايكروبيال اكسperiments هم تظهر بأن جرمي فري مايس يتعلم كما اكزينيك او جينو بيوتك مايس يتعلم ادفانيجز اذا اذا اجي اجي اقارن حالي مثلا او نقارن المايس الفئران العادية اللي عندها مناعة مع سولالات معينة من هذول الفئران بنسميهم اكزينيك مايس ولا هم عبارة عن جرمي فري هذول الجرمي فري بنحافظ عليهم بكونديشنز معينة بيستري الكونديشنز يعني بيكون النيوترينز سبعتهم معقمة اللي الماي اللي بيشربوها معقمة انشارة الخشب اللي بتنحط تحتهم بالكيج معقم الهو اللي بيتنفسوا معقم بالتالي بحيث ان يكون فري او جرمي فري الفكرة من يكون جرمي فري انه طلاب بزايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماشا فاذا نلاحظوا ان هذول الانواع اللي احنا زي ما حكينا بالعادة بنخليها جرمي فري بيهمونا بالريسيرتش اذا مثلا بدنا نجرب مثلا تأثير درقز معينة مثلا او ما بدنا يكون في اعنا اي انترفيرنس مثلا بالنتائج هاي بسبب المايكروبيوتر فبالعادة نستخدمها على الجرمي فري مايس فلاحظوا انه يعني او نحكي مثلا المايس او الهيومن اذا كان مقارنة اللي عنده اميون سيستم مضوعه كتير احسن بتكون عندهم الاميون سيستم تبعتهم مور ديفيلوب لان الجرمي فري اللي بيكون في عندهم بور اميونيتي وعشان هيك منلاحظ انه بهذا الظروف اي تغير بسيط عليهم ممكن يقدي مباشرة لقتلهم لوفاتهم كمان مستخدم بيتامين بي ويتامين ك هلا مثلا مثلا زي الاي كولايل حكينا انها بتنتج لنا فيتامين ك فهذه واحدة من الادبانتجز برضو of our normal مايكروبيوتا بالنسبة لهذا الموضوع انه كمان نستفيد منها انهم منهم البريماري باثوجين اللي معروف انها تائنات بطبيعتها هي ممرضة هي دخلت على الجسم عشان تحدث امراضية فممكن هذول النورمال مايكروبيوتا انهم يعمل مبانهم وما بين هذول البريماري باثوجين على الباين وبالتالي ترتبط في الباين باين 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 وبالتالي تمنع عملية الانفكشن في الباين ميكرو ممكن انها تعمل مبانهم على وتحصل على ممكن انه مثلا يعني مواد هذه المواد تقضي فيها مثلا على بكل هذه الأحوال هي فعليا راح تخلص الرسم من الانفكشواص مايكرو اوليزم بالمقابل فيه الهدس ادفانتجز من الديس ادفانتجز تبعتها انه احيانا ممكن نفس هذه المايكروبيوت تكون سبب بأسباب انه تعمل ايومان 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 اذا صار وكان عنا الجهاز المناعة تبعنا كتير يعني نحكي مثلا يعني مصبط ممكن هذه البكتيريا تعمل عندنا diseases زي مثلا ما نيجي نحكي انه اخذنا او مثلا ممكن الاشخاص بياخدوا فرضا درقز معينة عشان تطبط جهاز المناعة هلأ بهذه الحالة هدول الميكرو ممكن بهذه الحالة تتحول ل نيجي نحكي عن الترانس لوكيشن انتو ستير بادي سي that are not supposed to be at such as the bloodstream and central nervous system هلأ هدول 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 هذا الميكرو هدول هدول يعني مثلا انه نحكي عن الإيكولاي الإيكولاي طبيعي انها تكون موجودة في ال لكن مش طبيعي انها تكون موجودة في ال يوريناي ريكت فبالتالي اذا صار لها ترانس لوكيشن انتقلت من مكانها الطبيعي النور لها بتاع التباح اللي هو ال يوريناي ريكت بهذه الحالة تعمل فاذا هي بالقولون هي طبيعية ما بتعمل مشاكل لكن لما راح على صارت وقتها او اجي احكي عن نوع مثلا البكتيريا اللي ممكن الاقي راح على البلود ستريم وجوده في البلود ستريم هذي مشكلة لا لأن البلود ستريم هي من الاماكن اللي يفترض انها تكون سترل يعني عقيمة يعني ما فيها نورمال فلورا نورمال لكن مو طبيعا هتكون موجودة في اللونجز او بالبين او مثلا بالبلاد ستريم او مثلا بالبلاد او كل هذو الاماكن تعتبر سترل كمان هذا اللي قبل شوي حكنا عنه انه احيانا ممكن يصير في عندنا مثلا الهوم لما ناخد مثلا الانتيبيوتكس وهذه الانتيبيوتكس مثلا يعني ناخدها بطريقة خطأ فبهذه الحالة sensitive members will be killed by هذا الانتيبيوتك بينما الانواع المور resistant will over grow لما بصير فيها over growth رح تتحول لinfectious 1 وبالتالي they will cause disease زي example de clasridium difficile هذول التون وحدة منهم انها members of microbiota that can cause disease are known as opportunistic pathogen or secondary pathogen بمعنى تاني انه microbiota اللي under certain circumstances ممكن تتحول لpathogenic 1 ماسميها secondary ليش secondary pathogen لانها هي اطلا في normal case هي non pathogenic هي normal microflora ولكن لما تحولت او لما صار لها translocation وراحت لمكان تاني وقتها صارت هي pathogen فبهذه الحال هي secondary pathogen تفرق عن primary pathogen primary pathogen زي لما احكي لك يرسينيا 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 هي pathogenic syrtococcus pyogen التي تعمل لدينا صور ثروت التهاب الحلق هذه primary pathogen لانها هي pathogenic لكن اجب اقول لك clostridium bifithil تقول clostridium secondary pathogen هذه opportunistic لانها اردي non pathogenic لكن بظروف معينة صارت pathogenic النوت الثانية ان oral normal flora play an important role in dental caries هلأ germifree mice don't develop dental caries طبعا هذه مرتبطة بالoral cavity بحكي ان البكتيريا الموجودة عندنا as normal flora بالoral cavity تعتبر انواع مهمة في عملية تتسوس الاسنان بالdental caries لكن بالنسبة لهدول المايس اللي حكين عنهم germifree ما في لأنه ما في عندهم بكتيريا في الأور cavity تتبعهم اللي يكون مساهمة في انها تعمل عندهم تسوس للأسنان هذا الفيقر بفرجيني اللي هو الrelationship ما بين gut microbiota and disease فكرة هذا الفيقر بفرجيني من جهة معينة كيف انه مثلا بعض conditions or factors مثل unbalanced diet severe stresses aging antibiotics infection ممكن يؤدي لصم of diseases هلأ لما يكون في عنا unbalanced diet ناكل بطريقة مش متزينة في عنا خلالة بطريقة الأكل أو منتعرض ل stress معين ومعروف ان stress من أكثر أسباب الأمراض أو مثلا بسبب الاجين الطبيعي أو الانتي بايوتكس أو يكون في عنا يعني microbial infection بغض النظر bacterial or viral infection في نهاية هدول بيؤدي لمجموعة من diseases ممكن يصير في عنا diarrhea ممكن يصير على allergy irritable bowel syndrome inflammatory bowel disease أو ممكن حتى نصير في عنا cancer بيجي ما بين هدول factors وما بين هدول يعني الأعراض أو الأمراض اللي هم مصطلح ل-probiotics probiotics لغوي recovery of well balanced gut microbiota لقدام في واحدة من السلايد اللاحقة رح يجي فيها موضوع ال-probiotics ونفهم إيش معنى probiotics طبعا ال-probiotics يبارى عن friendly bacteria هل هدول friendly bacteria يعني بتكون موجودة بالعادة بيعني فود فود معينة أوكي فبت يعني بتكون living cells يعني friendly bacteria non pathogenic بطبيعتها living cells ممكن نعطيها لهذول ال-individual أو يأخذوهم بطريقة معينة عشان يعني تحسن من نوعية أو تحسن من gut microbiota هذول ال-probiotics إذا بدي يعني نحكي عنهم باختصال أنه رح يمروا معي زي ما حكيت لكم لقدام بشابترز لاحقة هم living organisms هذول living organisms إذن بيحسنوا بطاعتشي health benefits بصورة عامة بتحسن من ال-immunity تبعتنا بتساعد على يعني على ال-enhancement بالتالي نحكي عن مشاكل مثل الأشخاص اللي ما بيكون في عندهم هذول ال-probiotics طبعا هم بالعادة بناخدهم ممكن من مأكولات معينة اللي بالأغلب ها من ال-fermented food مثلا من ال-pickled food المخلل من الألبان اللي هم بيكونوا مدعمين أو سألهم fermentation وهذا التخمر بيؤدي لزيادة laactic acid bacteria من أهم أنواع ال-probiotics هلا من جهة ثانية في عنا مستحضرات صيدلانية tablet تحتوي على powder اللي هو مكون من هذول living organisms واللي إحنا عادة لما بناخدهم أو بالعادة مثلا زي برية بيعطوهم لل-patients بعد ما ياخدوا من ال-antibiotics لأن ال-antibiotics بالعادة ما بتميز ما بين نحكي ال-friendly bacteria الموجودة في ال-digestion تبعنا وما بين ال-pathogenic لما يشتغل ال-antibiotics هو رح يقتل البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة فبيعطوهم بالعادة من ال-probiotics من باب أنها ترجع تعمل يعني تنعيش أو إنعاش يعني لل-cut مايكروبيوتا هلأ بالنسبة لل-immune system أنه keeps normal flora in check هلأ بالرغم من أنه normal flora يعني موجود في جهة ال-immune system بسمحلها بأنها تتواجد وما بيهاجمها لكن هو فعليا أنه بيعمل عليها check بمعنى الثاني أنه مثلا skin produces many inhibitory substances that limit bacteria growth such as sweat and certain fatty acids إذن ال-skin بينتج عندنا inhibitory substances هذول inhibitory substances تعمل limitation في البكتيريا في الغرف فبالتالي تمنع أنه يصير فيها زيادة مثلا المواد اللي بتكون لـ sweat العرق والfatty acids هذول أنواع معينة للfatty acids تتواجد ال-inhibition لل-skin ما يعني وال-micro-organisms وال-micro-biota بأنه ما يصير فيها overgrowth وبالتالي تضلها برضو في limited number ليسوزايم وبالعادة هذول هذول بكتيريا by destroying by destroying peptidoglycan are secreted in saliva and tears بعد أن الليسوزايمز موجودة عندنا بالسلايفا موجودة بالتيرز فلو مثلا كان في عنا يعني أكلنا بكتيريا فالصلايفا بيعمل على أنه تكسير البكتيري لو يسل وطبع هذه البكتيريا وبالتالي بيقدل ال-kling of this bacterial cell ميكوزا أو digestive tract كمان secret antibodies معروف ال-IGA أنهم are secretory antibodies موجودة في body secretions وهذول antibodies عالة يعني بترتبط يعني بتكون موجودة في body secretions موجودة في digestive tract secretions كمان ويدي أنواع ال-antibiotic peptoids بكتيريا بمعنى ثاني أنه بكتيريا موجودة يعني كnormal flora ولكن هم برضو بيضلوا under the check of immune system بيضلوا موجودين في أعداد محددة هلأ هذه الأعداد محددة هي مرتبطة بكل species موجود منه عدد محدد من المايكرو أرغانيزمز هلأ وهذا ال-overgrowth رح يخليهم الأغلب أنهم يتحولوا إلى infectious one طيب أنا رح أوقف لهان عشان مثل باقي المحاضرة تابعوني اليوم بكرا إن شاء الله بوقت المحاضرة العادة الأصل الطبيعي رح نحكي عن ال-human مايكرو بيوم إذا ما في أي سؤال يعطيكم العافية